السلام عليكم اخباركم يا جماعة وحشيني جدا معكم وعلي من يورك هنعمل مع بعض اجمل دونتس حيث سهل وبسيط وخفيف جدا النهاردة هندخل الفردني مش هنحطه في الزيت تابعوا معي الطريقة وشوفوا الوصفة بس لع اول مرة بتزوروا القناة اضغطوا على كلمة اشتراك هيظهر الجرس بتضغطوا عليه الكل بان كل وصفاتي توصل لكم هسيب لينكي قناتي التانية قناة حبيبة جوا سنتقل الوصف شجعوني عليها بنزل عليها حاجات كتير ولسه بنزل عليها حفظ الفصولة الخضرة اتمنى التعجبكم وصلوا الفيديو الاعلى نسبة لايك لو اعجبكم الفيديو الدونتس معايا هايل 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 حقيقة بارك الله خفيف جدا وهاشكي جدا كوتيني وارتفاع حلو مزبوط تقدري تامنيه في اي وقت وكمان صحي لاني انا مش حطاه في الزيت عشان تبعارفين انا المرة دي حطيته جوا الفرن عايز اقول حاجة كمان انت تقدري تستخدمي الطريقة دي جوا زيت لو حابة لو حابة تحطيها في الفرن زي ما انا عملتها هسيبي المقادير جوا سندوق الوصف عملت اكتر من طعمي لها عملت الهوى السيرب الهوى بالفليبر بالطعم بتاع الفراولة وعملت السكر البني وعملت شوكولاتة بطعم الفانيليا زي ما انتم شايفين اداني في النهاية الشكل ده اختاري اللي يعجبك منهم هقول المقادير وانا بعمله عندي كوبايتين دقيق ومعلاقة كبيرة الخميرة وكوباية لبن دافية بتنزلي باللبن زي ما قلنا كل مرة مش اقول الكوباية انزلي بيها بالتدريج خدت نص كوباية اللبن خدت جزء من اللبن بتاع الدافي نزل تعليم الخميرة والسكر عشان ادوبهم وبعد كده انزل عليهم في العجان لحد دلوقتي احنا متفقين مفيش حاجة تاني وكله سهل صح؟ هحط رشة ملح على الدقيق وبعدين هوادي على العجان وهنزل بالخميرة وانا مشغال العجان هنا دا الخميرة بتاحتي وانا مشغال العجان هبتدي انزل باللبن الباقي اللي احنا قلنا عليه لحد ما تلمي مني العجانة ممكن تحتاج الكوباية كلها ممكن لا ممكن في نوع دي يقبل اكتر اللبن في النهاية عندي لبن دافي خلصت بس هغير بس الحاجة في العجان عشان دي افضل في المرحلة دي وهشغل عليها ممكن تعملي على ايدك سهل وخالص مش هتاخد منك سبع دقايق دفت معلقة زبدة واحدة اللي حبي يضيف بيت براحتو اللي حبي يضيف زبدة براحتو انا عم دي طريقتي او طريقة من الطرق اللي انا بحب استخدمها مفيش بيت اللي لازم العجانة تبقى كده بتلزق شوية في ايدك يعني انت تحسيها وبردو ما بتمسكيها بتعمل معاك ستريتش بتفتح معاك بكده بتبقى هي كويسة قوي قوي بيت دهاني الوش حاجة بسيطة عشان انت هتسيبها ترتاح حوالي نص ساعة والحسب الجوة عندكم النهاردة جو برد قوي والله حقيقي عندنا جو برد من مبرح كأن الشتة رجع تانية يعني ربنا يلطف بنا والله هتقفلي عليها كده عشان تخمر شوية وترتاح وانا كون بعمل حاجة تانية بقى انا احب وانا بستخدم الفرن استخدمه في اكتر من حاجة عشان ساعة ببقى كسولة بعد ما خمرت او ارتاحت بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتساعدني ان هي تفرد بسرعة وفي المرحلة الاخيرة مش هدهد مني وقت كتير هوزحها على جزئين عشان انا اقدر افرد وقدر اتحكم في الحجم اللي انا عاوزها تقدري تعملي بقى اشكال جديدة يعني ما تقوليش انا عاملة كده شكلي دائري تعملي شكلي دائري لا اللي عجبك اعملي ابدعي انت والولاد عايز اقولك ان ابني تبارك الله عليه ربي يحفظه يحفظ ولادنا جميعا كان يغض مني العاجين ويجري يا ماما وكده حاجات جنت فاهمين ولما عملتو بقى حقيقا انا بدأت اضحك لان هو ابني تبارك الله عليه بيعمل في مواقف غريبة يعني هو حاب الدوناتس في النهاية عايز اقولكم الدوناتس كان سهل وخفيف يعني تبارك الله هيعجبكم جدا بقى الطاول اول شكلي دوائره وبعدين انا بدلت ادور على حاجات كتير من حاجاتي صدقوني كل حاجات الكاتش انا عندي ضائعة يعني بنتي تبارك الله عليها هي اللي فدلت ترس لما عملت لما نقلت هي اللي فدلت ترس الحاجات جوه المطبخ في حاجات كتير اوي انا مش لقيها كل شوية نادى عليها هي فين هي فين الحد ما عملت لها سترس يا علي انا مش عارفة هاخد بس من النص ممكن تستخدمي صبعك انا لما كنتش لقيت اللي هو القون ده الحاجات دي كنت استخدمت صبعي والله في النهاية انا كنت تعب يعني بس لقيته تعملي بصبعك كده بشكل تدخلي كده في النص تضغطي عليه بحيث انك تعملي تفتح يعملي زي ايه دايرة كده في النص بصبعك وممكن تسبيها عادي خالص كأنها زي الخوب زي كده برضو بتبقى حلو قوي تقدر تحطي فيها اي فليبر ممكن تحطي كريمي تشيز ممكن تحطي ممكن تحطي جيلي اللي يعجبك ده شكل هوا في الفرن بتحطيه على درجة حرارة متين بيوت حوالي من عشر الى اتناشر دقيقة بس بتبقي حطا في اللي هو الصف اللي في النص وبيتتبعيه عشان ما يتحرقش من تحت او ينشف من تحت ويبقى عامل يبقى لسه مستواش يعني لازم عينك عليه اتفقنا هنا انا قول اول طعم عملته كان الهو القرفة خاتم عليها القرفة وعندي سكر بني تقدر تستخدمي السكر التاني لو حبه بس انا بحب السكر البني اوي فيه بيدي طعم حلو قوي قوي وهخلطهم مبعد كويس وبعد كده هوزه مواديهم للطبقة التانية بحيس ان اخلص كل الكمية بتاعتي اللي انا بيشتغل عليها ده بقى اللي انا طول ما انا عمله 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 ااكل فيه هو صغير كده سهل بسيط عمله واحده تجيب التانية ده شكله بقى كده ما بيبقاش عحل احمر من كده انت مش بتخليه اكتر من كده عشان هينشف لازم تدخليه تاري يخرج برده تاري عشان ده اسمه دوناتس مش مش خوب زي عايز اقول ده هنا اعملت كان عندي كريمة وعندي اللبن اللي هو الشوكولاتة اللي شاكلة شيبس ودوبتهم مع بعض وحطيت الفانيليا ده بديني طعم الفانيليا مع الشوكولاتة وانا خليتها خفيفة مش دقيلة عشان الولاد تحبها وبتعملي كده وهي فدلت زي ما هي يعني ما نشفتش كانت جميلة حلوة ملتيا هنا الجوز التاني هادين وشها عصن اصلا انا مش هقدر اكلها سادة فلازم اغير اعمل اعمل طعمي تاني فهادين وعاصل كده بشكل دقري زي ما انتوا شايفين ممكن تروش عليه برضو من عليه اي حاجة في جوز الهند في دلت دورة على جوز الهند مش لقياه قلبت الدنيا عليهم انا عارفة انا عندي بس ما عرفش راح فين يعني اختفى قلتلكم بنتي بقى ضيعت كل حاجة هنا بقى ده السوس اللي انا عملته الهو السيرب بتاع الفراولة بتعمي حلو قوي بتنزلي ببسيط زي ما قلتلك اي حاجة بتحب يا اي حاجة انزلي بقى زوائي اخدي الولاد كمان معاك عشان هما بيحبوا يعملوا الحاجات دي سهلة وبسيطة ومش مكلفة خلي شوية دي كوباية لبن معلاقة خميرة معلاقة الزبدة ممكن تستغني عنها ويدخليهم الفورن اللي هما بقى اللي انا عملتهم الدواير دي دخلتها كده عملت شكل جميل عشان يعني اغري ولادي اكتر وبعدين وانا بصوروا يعني كله مستني يا ماما يلا خلصي دينا واحدة يا ماما يلا يا ماما انت كده بقى الحد ما قلت لهم خلاص انا خلص ملقتش 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 قدامي حاجة يعني تبارك الله كله اخد ويجري وبعدين سألوني قالولي ده دفر انت ماما فليفري انت عملتي ازاي المونرودية فقلت لهم انا دخلت الفورن فاعجبهم جدا لقلوني ده طعمه مختلف شوية بس برده طعمه جميل بتاع الفورن غيري التاني اللي هو فيه زر تقيل شوية دي كانت طريقتنا انجويا جماعة كان معاكم معالمين نيورك لا تبخلوش علي بلايك و لا اول مرة تزوروا قناة اضغطوا على كلمة اشتراك بي ازهر الجرس بتضغطوا علي الكل بان كل وصفاتي توصل لكم ان شاء الله سنجد لينكي قناتي الثانية قناة حبيبة في امريكا قوة صندوق وصف شجعوني عليها عشان نزلكم حاجات كتير انجويا جماعة كان معاكم معالمين نيورك كل سنة وكلكوا طيبين يا رب الله الله خاتير تبارك الله